بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بولادة باب المراد إلى الله سبحانه وتعالى مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه دعاء الإمام الجواد عليه السلام في قضاء الحوائج المجرب جدا روية أن صلاة الإمام الجواد عليه السلام عبارة عن ركعتين كل ركعة تقرأ الفاتحة مرة والإخلاص سبعين مرة بعد الركعتين تقرأ هذا الدعاء بعد الانتهاء من الركعتين بعد الصلاة تقرأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها ولطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلمتك النافذ بينهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني ثم اسأل حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا إن شاء الله برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام